ولد يسوع هللويا ولد مخلص العالم ولد الرب عما نقيل الله معنا قبل ما وصل حديثي خليني أخد مكالمة من الأخت رشا أهلا وسهلا أخت رشا أنت معانا على الهوى أهلا يا أخي نظار كل سنة وإنتوا طيبين وكل سنة وكل الناس فرحانين وسعدة ومبتهجين بميلاد يسوع المسيح اللي أدى إلى أن نحن نقدر أن ندخل إلى عرش النعمة مرة تانية وأن نكون لنا علاقة مع الله الآن أمين أخت رشا شكرا كتير على هالمداخلة ولكن عاوز أسألك بشكل مباشر طالما نتكلم عن قصة الميلاد شو بتعني لك قصة ميلاد ربنا يسوع المسيح قصة ميلاد رب يسوع المسيح هي قصة افتقاد لناس ليس لهم القدرة على أنهم يساعدوا نفسهم إحنا كنا في عمق الخطيئة بعيدة عن ربنا ما عندناش إمكانية للرجوع إلى الله مرة تانية لكن الله في فكره العظيم الرائع أفكاره البعيدة عن أفكارنا أرسل ابنه لكي يكون كفارة عننا وعلشان يكون لنا علاقة معاه وده حلاني أنا شخصيا أنتشل من الموت الأبدي والبحيرة المتقدة من ناره كبريت النار الأبدية إلى أن أكون معاه في المجد وده يعني طبعا لأن أنا من خلفية إسلامية أنا أحب أن أنا يعني زي ما أنت عارف أخي نظار أن أنا بحب أقارن دايما وهي ما فيش أي وجه للمقارنة إن جيت للحق يعني لكن أنا بحب أن أنا أقارن وأشوف الفارق لأن طبعا المسيح بنوره العظيم أما بيجي ينور بيظهر الظلمة يعني الواحد أما بيجيب نور فين الظلمة الظلمة بتختفي بتجري بتكون مش موجودة فأنا أحب أن أنا أقارن كده مقارنة بسيطة إن مسيح جيه بإعلان بإعلان عن إن هو كلمة الله المتجسد مسيح جيه بيقول أنا الكلمة المتجسد جيه لكن محمد جيه بإيه يعني المسيح جي من من بداية ما جيء المسيح زي ما أنت حديد قلت حب لبيه بالروح القدس اتولد في بيت لحب زبيحة علشان يكون زبيحة من أجانب محمد جيه ما عرفش أنه هو نبي غير بعد كام سنة من ما كبر وعيش وتجوز وعيش حياته وبعد كده اكتشف أنه هو قال أنه هو نبي فالمسيح إعلان من ولاته المسيح قال أنا حي لذلك أنتم ستحيون محمد قال أنا ميت وأنتم ميتون وأنهم ميتون يعني مين الحي ومين الميت أنا أتبع واحد حي ولا أتبع واحد ميت بيقولها القرآن بيقول عليه لأنك ميت وأنهم ميتون أنا أتبع المسيح اللي فيه كان بلا خطية أو اللي أتبع محمد اللي كان كل النهار طول النهار بيستغفر على خطيته وعلى زنوبه اللي بيقترفها المسيح جيل لكي يخلص العالم مش علشان يودي الناس على الجهنم وعلى النار المسيح الكتاب المقدس في رسالة روميا بيقول إذ لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع لكن من منكم إلا واردها قال محمد يعني قال له حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إن لم يتغمدني الله برحمته فتخيل تخيل الفرق العظيم ما بين المسيح اللي كان بيتكلم كلمات كلامه كان مباشر كلامه كان بيتكلم على التسامح كلامه كان مفهوش كذب الواحد تاني كان بيحلل الكذب في ثلاثة من واحد كان منع العنف ومنع استخدام السيف الواحد تاني كان بيحرد المؤمنين على القتال المسيح شاف الأعمى محمد عبس وتولى إسجاءه الأعمى المسيح هو طريق والحق والحياة أنا عندي حياة حقيقية حقيقية من خلال عمل المسيح أنا عارفة أنا هروح فين في النهاية أنا عارفة إن أنا لغمضت عن هذه الحياة أفتحها في السمع معي لكن أنا أنا بقدم رسالة المسيح اللي بيحب أعداءه بيقول بيحب أعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا إلى مبجديكم وصلوا للذين يسيئون إليكم لكن محمد كان بيقول قاتلوهم يعزمهم الله بأيديكم مين اللي احنا بنحتفل النهاردة بي احنا بنحتفل بميلاد رب المجد بنحتفل بميلاد طوء النجاح اللي بيخليك تقدر إنك أنت حياتك تتغير 180 درجة تتغير من الموت الأبدي إلى الحياة الأبدية حياتك بتتغير من إنك أنت بتحاول ترضي ربنا لأن ربنا راضي عنك وبيحبك محبة أبادية محبة أبادية أحبابتك لذلك أدمت لك الرحمة ربنا بيحبك محبة أبادية وأنا بقدم رسالتي لكل واحد بيتفرج عيال النهاردة وبيشوفنا وبقول يعني أرجوك فكر أرجوك قول ربنا انت فين انت مين خليك أقف قدام نفسك بصدق وقل يا رب انت مين الإله اللي بيقدم لك الحياة الأبادية ولا الإله اللي بيقول لك روح فجر نفسك وموت علشان خاطري الإله اللي بيشيل الدينونة من عليك ولا الإله اللي انت بتقف قدامه وتبقى مش عارف حتروح في أنية حتة حتى بعد الميزان ولا تأمن مكروح الإله دهوت العظيم إله أمين الإله فاتح إيده ليك وبيقول لك تعالى أنا هعديك النهار ده وكمان أنا عايز أقول أن المسيح مش بس كمان قدم لك كل دهوت لكن كمان قدم لك شفاعة بيقف قدام الله القام ويتشفع من أجلك كل ما تختي أنت وتغلق وتتعب قدام الله تخيل أنت وانت واقف كإنسان مسلم حتى محمد مش عارش يشفع مش قادر يشفع فيك لكن المسيح بيقدم للناس الخطاء إيديه وبيقول لهم تعالوا إلي يا جميع المتعبين وسقيل الأحمال أنا اللي هريحكم أنا أريحكم تعال النهار ده آمين آمين أخت رشا شكرا جزيلا طبعا بالعكس نحن نشكرك وأنت بتتكلم عن اختبار مريت فيه وقارنتي وعشتي فبصلي ربنا يباركك ويبارك بيتك وأسرتك ورب يحميك وكل عام وأنت بألف ألف خير شكرا كتير اشتركوا في القناة